هناك اعتقادات شائعة أن الرضاعة الطبيعية بعد الولادة قد تمنع من حدوث حمل كما ويعتقد الكثيرين بأن تأخر موعج الدورة بعد النفاس يمنع الإبادة إن جميع هذه الاعتقادات خاطئة فالرضاعة الطبيعية لا تمنع حدوث الحمل ويحدث فقط تأخر لأول دورة شهرية بعد النفاس من ثلاث إلى ستة أشهر لكن قد يحدث إبادة قبل ذلك مما يسمح بحدوث الحمل أما عند النساء التي لا يرضعن أولادهن بشكل طبيعي بعد الولادة حيث تتأخر الدورة الشهرية من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر وذلك أيضا لا يمنع عملية الإبادة فقد يحدث حمل دون نزول الطمس ومن التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي استخدام موانع الحمل بعد الإنجاب وذلك تجنبا لوضع طفل بوزن أقل من الطبيعي أو خوفا من الولادة المبكرة عادة ما تتشابه أعراض الحمل بعد النفاس مع أعراض الحمل في أي وقت لكن تختلف أعراض الحمل بعد النفاس في أن الحمل أصلا غير متوقع نظرا نتأخر الدورة الشهرية بعد الولادة وفيما يلي أذكر لحضراتكم بعض أعراض الحمل بعد النفاس أولا تغير كمية الحليب عند المرأة المرضى إن أحد أعراض الحمل بعد النفاس عند المرأة المرضى هي انخفاض نسبة حليب الأم لكن في حال قل حليب المرأة المرضى لا يقدر بك الجزم بوجود حمل حيث أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث انخفاض في كمية الحليب نذكر فيها بعض العوامل التي يجب أن تستثنيها قبل الجزم بوجود حمل في حال قل الحليب يلعب كلا من التوتر والضغط النفسي دور مهم وأساسي في كمية الحليب المفرزة عند الأم المرضعة لذلك عليك الاسترخاء والابتعاد عن التوتر لألا تقل نسبة الحليب كما يجب قراءة النشرة المرفقة مع الدواء قبل استخدامه فبعض الأدوية تساعد على خفض كمية الحليب عند المرأة كما أن بعض المشروبات مثل الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين تساعد في خفض كمية الحليب ثانيا من علامات الحمل بعد النفاس أحد أعراض الحمل في أي وقت وأحد أعراض الحمل بعد النفاس هو الغثيان والتقيئ فأحد أعراض الحمل في أي وقت وأحد أعراض الحمل بعد النفاس هو التأثر بروائح معينة والشروب الغثيان والرغبة بالتقيئ ولا تقوم بالجزم بوجود حمل في حال عانيت من الغثيان أو القيئ حيث أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ذلك في حال استمر الشعوب الغثيان مع القيء فترة أطول خصوصا في فترة الصباح يفضل زيارة الطبيب والتأكد من وجود حمل العلامة الثالثة هي الإرهاق عموما تسبب ولاد الطفل جديد تعب وإرهاق للأم كما وتزيد الرضاعة الطبيعية من حدوث الإرهاق أيضا يعد الحمل سببا لحدوث الإرهاق لذلك قد يكون الإرهاق المضاعف نتيجة الحمل مع الرضاعة الطبيعية أحد أعراض الحمل بعد النفاس مبدئيا قومي باستثناء خيار الحمل وذلك من خلال أخذ قصة كافية من الراحة مع المحافظة على النظام الغذائي السليم وفي حال استمر التعب يجب هنا مراجعة الطبيب على الفر العلامة الرابعة هي غياب الطمس فيحدث غياب الطمس بعد النفاس لكن ضمن مدة معينة مثلا ينقطع الطمس عن المرأة المردع ما بين الثلاث إلى ستة أشهر وما بين شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر لغير المرأة المردعة وفي حال زادت فترة انقطاع الطمس عن هذا الحد قد تكون هذه أحد أعراض الحمل بعد النفاس لذلك هنا يجب مراجعة الطبيب على الفر العلامة الخامسة هي حدوث النزيف ونتيجة التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم يحدث نزول نقاط من الدم في حالات الحمل لكنه لا يعد فعلا نزيف وفي حال حدوث ذلك عليك مراجعة الطبيب فورا للتأكد من وجود الحمل وتلعب عدة عوامل دور في نزول الطمس بعد النفاس حيث قد يتأخر الطمس ليس بالضرورة نتيجة حدوث حمل إنما يلعب الوزن والعامل النفسي والتدخين والرضاعة الطبيعية وطبيعة النظام الغذائي كل هذا يلعب دورا في تحديد ذلك